بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا محمد وعلى الله وصحبه أجمعين نستكمل مشيئة الله في درسنا اليوم في الحرب العالمية الثانية مراحل التفوق في مراحل الحرب العالمية الثانية المرحلة الأولى كانت مرحلة التفوق دول المحور تميزت المدة ما بين 1939 و 1941 بانتصار ألمانيا وحلفائها في عام 1939 شن الجيش الألماني على مدينة دانزنج البولندية هجوما بريا وبحريا وجويا واستولت فيه على ممر دانزنج البولندي ثم احتلت ألمانيا في عام 1940 على الدينمارك والنرويج ثم واصلت الزحف واحتلت هولندا وبلجيكا وزحفت في مايو في العام نفسه على فرنسا واستولت على مدينة باريس ونصبت فيها حكومة موالية لها ثم هاجمت القوات الألمانية الجزر البريطاني جوا وبحرا ونفذ هتلار مخططا حربيا واسعا في البحر المتوسط والمحيط الأطلسي لقطع مصادر تموينها وقراق صفنها وأغلق مضيق جبل طارق وقناة السويس لإجبارها على الاستسلام واصلت ألمانيا في عام 1941 هجوما على غزلا فيها واحتلت اليونان وفي عام 1941 هاجمت ألمانيا روسيا وتوغلت في أراضيها حتى بلغت موسكو واجتاحت أوكرانيا وفي الشرق الأقصى تمكنت اليابان من السيطرة على الصين ومهاجمة ميناء بيريل هاربر عام 1941 وتمكنت من تدمير البوارج البريطانية بالقرب من ماليزيا واستولت اليابان على سيام والملايو والهند الصينية وغزت جزر الفلبين واستولت على هونغ كونغ على سنغافورة وسيطرت على جزر جاوة باستسلام الحاكم الهولندي فيها المرحلة الثانية من مراحل الحرب العالمية الثانية اشتركت كل من الاتحاد السوفيتي والات المتحدة الأمريكية في الحرب إلى جانب دول الحلفاء في عام 1941 وصمد الروس أمام الهجوم الألمان واستعادوا الأسطول الأمريكي قدرته على الثبات في المحيط الهادي وانزال الحلفاء قواتهم في شمال إفريقيا وتعزيز قواتهم في مصر المرحلة الثالثة من مراحل الحرب العالمية الثانية هي مرحلة التفوق الحلفاء واستسلام دول المحور في هذه المرحلة التي بدأت في عام 1943 استعاد الأمريكيون المبادرة في المحيط الهادي ضد اليابان وفي أوروبا بدأت ضعف في جبهة المحور من جهة إيطاليا فاحتل الحلفاء جنوب إيطاليا في حين كانت ألمانيا تسيطر على شمالها وهو ما أدى إلى ضعفها واستسلامها لدول الحلفاء عام 1944 كما قام الاتحاد السوبيتي بهجوم مضاد على ألمان وتمكن الحلفاء على أثر عدة هجمات من الحاق الهزيمة بجيوش ألمانيا وتعددت جبهات القتال التي فقدت ألمانيا قدرتها العسكرية واضطرتها إلى أن تستسلم بعد أن دخلت قوات الحلفاء بيرلين في عام 1945 في السادس من أغسطس في العام نفسه ألقت الولايات المتحدة الأمريكية القنبلة الذرية الأولى على مدينة هيرشيما اليابانية وفي التاسع من الشهر نفسه ألقت القنبلة الثانية على مدينة ناجزكي واضطرت البابان الاستسلام وبهذه انتهت الحرب العالمية الثانية باستسلام دول المحور بعد ذلك نتعرف على نتائج الحرب العالمية الثانية وأثرها نتائج الحرب العالمية الثانية وأثرها هي انتصار دول الحلفاء على دول المحور وسقوط الأنظمة العسكرية في كل من إيطاليا وألمانيا واليابان 2- مقتل ما يزيد عن 70 مليون وفقدهم الأطراف المتحاربة سواء العسكريين أو المدنيين 3- الخراب الواسع والدمار الذي لحق بهم بكثير من المدن الكبرى والمصانع والمزارع والمنشآت العسكرية والمدنية 4- تقسيم ألمانيا إلى جزئين شرقي وغربي 5- تقسيم عاصمتها برلين وترسيم الحدود بين الحدود الأوروبية على أساس جديدة يلائم مصالح الحلفاء 6- تأنشأت هيئة الأمم المتحدة بديلا من عصبة الأمم من أجل إقرار السلام والعدل في العالم 7- التغيير الجذري في ميزان القواء العالمي إذ أصبح المحور الأساسي لنظام الدول بعد الحرب يقوم على قوتين هي الاتحاد السوفيتي والليس المتحدة الأمريكية وتراجع تقل فرنسا وبريطانيا 7- فقد إيطاليا جميع مستعمراتها خارج الدولة القار الأوروبية مثل الصومال والحبشة والليبيا 8- فقد اليابان الأراضي أو البلدان التي احتلتها وانحصارها في أرخبيل 9- اليابان المكتظة بالسكان تحت الإشراف الأمريكي 10- انقسام العالم إلى معسكرين الاشتراكي وتمثيلهم في الاتحاد السوفيتي ودول أوروبا الشرقية 10- ظهور الأحلاف السياسية والعسكرية والاقتصادية والمنظمات الأقليمية والدولية في مناطق متعددة من العالم أهمها حلف شمال أطلسي وحلف وارسو وحلف بغداد وجامعة الدول العربية ننتقل إلى موقف المملكة العربية السعودية من الحرب العالمية الثانية قامت الحرب العالمية والمملكة العربية السعودية في طورة تنميتها بعد إعلان توحيد البلال وقرر الملكة عبدالعزيز أهل السعود أن يكون موقف بلادها متفقا مع مبادئها بتجنب الدخول في أي طرف ثد آخر لحماية المصالح والشعب السعودي فكان القرار هو موقفة الحياد حتى شارفت الحرب على النهاية وظهر انتصار قوة الحلفاء عام 1945 فأصدر الملكة عبدالعزيز قرارا بالانضمام إلى الحلفاء وإعلان المملكة مع عداء المنطقة التي تضم المدينتين المقدستين الحرب على دول المحور وذلك لتستفيد المملكة من تسوية ما بعد الحرب وتنظيم الدول المؤسسة لهيئة الأمم المتحدة زعيمة دول الحلفاء يجتمعان بالملك عبدالعزيز في نهاية الحرب العالمية الثانية وبعد انتهاء اجتماع مع تمر ريالط في عام 1945 بين زعما حلف الحليفات الثلاث وهي الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد السوفيتي وبريطانيا لاتفاق على ترتيبات الانتصار في دول المحور على دول المحور اجتمع الرئيس الامريكي فرانكين روسفيلت ورئيس الوزراء البريطاني ونوستون تيش هيرشيل الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل السعود في البحيرات المرة في مصر لكون الملك عبدالعزيز شخصية مؤثرة ولمكانة المملكة العربية السعودية كانت هذه نهاية الحرب العالمية الثانية تعرفنا فيها على المراحل في هذا الدرس على مراحل التي مرت فيها الحرب العالمية الثانية ونتائج هذه الحرب وموقف المملكة العرب السعودية من هذه الحرب واجتماع الزعمة بالملك عبدالعزيز وهي زعمة دول الحلفاء بالملك عبدالعزيز في الحرب العالمية الثانية انتهينا في هذه الوحدة من الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية والكشوف الجغرافية ننتقل بمشأة الله في الدرس القادم في الوحدة القادمة نتعرف على موضوعات جديدة شكرا لكم ونلتقي في الدرس القادم